بإقليم صفرو تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة للمرحلة الثالثة من المبادرة عناية خاصة للنهوض بالتعليم الأولي بالنظري للأهمية البالغة لهذا النوع من التعليم في تكوين شخصية الطفل الحمد لله انطلاقة الموسم الدراسي نعرف واحد انطلاقة بشكل ساليس كان استقرار على جميع المستويات بطبيعة الحال فيطار تنزيل خريطة طريق 2022-2026 وفق واحد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين وتدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قطاع التعليم من خلال عدة محاورة من أهمها التعليم الأولي حيث تم إحداث 57 وحدة للتعليم الأولي بالإقليم ليستفيد منها الأطفال الصغار هذا الوحدة هذه اللي قدرنا بتدخول ديال كذلك ديال القطاع ديال التعليم القطاع الواصي أننا نوصلوا نتعد دودبة نسبة ديال 95% ديال الأطفال الصغار اللي تحقوا بالمقاعد ديال التعليم الأولي عند افتتاح هذا الوحدة ابتدأنا بـ 12 طفل والآن يعني في إزدياد كبير وصلنا إلى عدد 22 طفل ومرتقب أنه سيكون عدد في السنوات القديمة عدد كبير يعني إن شاء الله استفادها من هذه الوحدة وتحرص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على دعم الولوج للتعليم الأولي لا سيما بالوسط القروي وتحصي سياس ساكنة بأهمية هذا النوع من التعليم في مساعدة التلميذات وتلاميذ على الاندماج السلس في التعليم الابتدائي ومحاربة الهضر المدرسي